تنضم لنا من واشنطن عبر السكايب الإعلامي والصحفية جويس كرام جويس مساء الخير أهلا بك معنا التطورات ما آخر ما تم تنقله من تصريحات من قبل المسؤولين أو ما جاء في وسائل الإعلام الأمريكية إلى حد الآن عن الحادث يعني فعلا اليوم الولايات المتحدة خديجة استفاقت على مشهد دموي هناك نوع من الصدمة في الداخل الأمريكي سمعنا الرئيس دونالد ترامب يدعو إلى توحيد الصف حصيلة القتلى وصلت 58 شخصا وهناك أكثر من 500 جريح ما نعرفه حتى الساعة أن القاتل والذي قتل نفسه يعني ستيفن بادوك هو رجل أبيض عمره 64 عاما يعني كما تعرفين داعش تبنت الاعتداء إلا أن السلطات الأمريكية وكالة التحقيق الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي قالت أن ليس هناك صلة للمعتدي بأي تنظيم خارجي إرهابي أو مسلح أو غير ذلك إذن نحن ننظر مرة أخرى بجريمة داخلية بمأساة قنص الديمقراطيون بدأوا الحديث عن ضرورة تبني واشنطن والولايات المتحدة والكونغرس قوانين يعني أبطش حول حمل السلاح طيب القاتل يعني كان يحمل عشرة رشاشات أوتوماتيكية في فندقه الاعتداء تم كما هو كأنه يعني كمين هو أطلق النار من الطابق العلوي طابق 23 في فندقه نعم صحيح ماذا بالنسبة للمرأة التي قالوا بأنها رفيقة للمهاجم بأن هناك يعني بحث يتم إجراؤه عنها المصادر الأمنية قالت بأنها تبحث في صادر البحث عن هذه المرأة اسمها أظن ماريلو دانلي نعم يعني هي شخص يبدو أن السلطات الأمريكية مهتمة بالتحقيق معها كانت تشارك السكن مع القاتل هناك أيضا وصلوا إلى عائلته وهي أيضا في حالة صدمة يعني نحن في الساعات الأولى للتحقيق وهذا ما نعرفه حتى الساعة الواشتون بوست قالت أن القاتل كان يرتاد فنادق لاس فيغس بشكل دوري وهو يلعب القمار ويهوى السلاح قلت بأن عائلته أيضا أصيبت بصدمة عائلته أننا تحدث عن عائلة القاتل بلغ من العمر 64 سنة هل هو متزوج هل لديه أبناء من هي العائلة هل تبين من خلال ما تم إعلانه من تصريحات يعني الحديث تم أكثر مع شقيق القاتل لا أعتقد أننا نعرف بعض عن وضعه يعني إذا كان متزمج متزوج أو لا إنما من دون شك هو يستخدم السلاح بشكل طيب جوز سؤال أخير شرع الأمريكي كيف ينظر إلى مجارة؟ كيف سيؤثر هذا الحادث عليه وفيه؟ يعني طبعا هناك حال كبيرة من الصدمة اليوم الكونغرس كان من المتوقع أن يبحث هذا الأسبوع بخطط لتسهيل شراء السلاح أعتقد أن الجمهوريين سيتريسون الآن ولن يتم تخفيف هذه القيود هناك أسئلة كثيرة عن لماذا شخص بهذا العمر يعني يقوم بهذه العملية ويمتلك عشر رشاشات أوتوماتيكية يعني هذا لا يحصل دوريا في الولايات المتحدة والسؤال كبير والجدل سيستمر معنا لأيام في انتظار ما ستكشفه الأيام إذن أشكرك جزيلا على هذه المدخلة معنا جويس كارم الإعلامية والصحفية كنت معنا عبر سكايب من واشنطن شكرا لك